وبالفعل يتأهل المنتخب المصري بنسبة 99% لكأس الأمم الأفريقية القادمة بعد انتصار وسط جمهوره في استاد برج العرب عن طريق صاحب السعادة الجديد أو الساحر الجديد رمضان صبحي في الديئة 56 من الشوت الثاني يحرز رمضان صبحي الهدف الأول للمنتخب الوطني والحقيقة المنتخب الوطني النهاردة كنا نتمنى أداء أقوى من كده ولكن أدى بشكل جيد وتأهل المنتخب الوطني أمام المنتخب النيجيري الذي حاول كثيرا ولكن في الديئة 65 هي نقطة السعادة والابتسامة للمصريين النهاردة نجم المباراة الأول هو جمهور مصر العظيم اللي كان موجود النهاردة في استاد برج العرب أفل النهاردة استاد برج العرب وشجع بروح رياضية عالية جدا وبالتزام قوي جدا تحية كبيرة جدا لجمهور مصر تحية كبيرة جدا للعيب المنتخب الوطني والجهاز الفني وجمال علام ورفاقه والمهندس هاني بريدة المشرف على المنتخب الأول الجميع فائز في لقاء النهاردة الجميع هو الكسبان بوجه الحقيقة يعني مبركة لجميع الشعب المصري الجميع الوسط القروي والوسط الرياضي كابتن شوي كابتن أحمد ألف مبروك يعني إن شاء الله بإذن الله ندر نقول 99% أهل المنتخب الوطني فوز النهاردة غالي جدا عودة للكورة المصرية من جديد عودة لانتصارات الكورة المصرية من جديد مكاسب الجملة جمهور النهاردة مالي استاد برج العرب روح كبيرة جدا من اللعيب النهاردة في الملعب هو فعلا بلا شك طبعا لازم نقول ألف مبروك ألف مبروك لكل القائمين في الوسط الرياضي من أول مهندس خالد العزيز إلى مجلس إدارة التحاد المصر لكل القدم إلى مستر كوبر وجهازه إلى الإعلام الرياضي واللعبين يعني عايز أقول وأخيرا وأولا هو الجمهور اللي حضر النهاردة في شكل كبير وشكل حضاري وشكل ممتع يعني جمهور اللي فكرنا فعلا اللي كان في الملعب ده بجمهور 2006 واللي كان موجود في الإستاد لا تفي مفاوضة النهاردة كابتن أنا عاد بيجي لي مسجات الحية من بعض الروابط ألترا سويت نايت جميع الروابط بيقولولي النهاردة أن هم موجودين في المدرجات وبيشجعوا يعني بيعرفوا يروحوا ويعرفوا يشجعوا ويعرفوا يتازموا ده اللي بنقوله يعني النهاردة فيه تلاحهم تلاحهم بين الشعب ويدرسالة يمكن إقامة المباراة في ظل الظروف اللي موجود فيها 80 ألف متفرج بالناس اللي كانت موجودة بالأداء الراقي اللي مش يعني خلينا هنتكلم في الفينات بعد كده لكن الأداء الراقي في التنظيم والشكل والشكل الحضاري والملعب والنظام الدخول اللي شفناه من البداية لغاية ما لمطش خلص على السلام هي رسالة رسالة للناس كلها أن مصر بلد أمن بلد أمان مهما حد طلبية ومهما حد يعمل أي حاجة لكن هنفضل مصر محمية الحمد لله هتفضل مصر بلد أمان في أي ظرف من الظروف المصريين قادرين يعملوا كل حاجة هتفضل مصر إن شاء الله بلد الأمن والأمان